بعد انصويت عليها تحت قبة مجلس الوزراء قائمة السفراء المرشحين تنتظر التصويت عليها من قبل مجلس النواب في العراق ثمانون مرشحا أثاروا عاصفة من الجدل كون أكثر من نصفهم رشحوا وفق مراقبين على أساس المحصصة السياسية والتقاسم المناصب مقانون العراق رقم 45 للألفين وثمانا والذي يتحدث والذي حدد حق الحصة السياسية بـ 25% لكن الواضح من هذه القضية أنه لا توجد هناك حصة مهنية في هذه القضية الواضح أنه جميع التقسيمات الموجودة في جميع القوام التي عرضت هي حصة سياسية وتقسيم مغانم ما بين القوى السياسية وبالتالي تعينات بأكملها للسفراء العراقين هي تعينات سياسية بعيدة عن الجانب المهني والجانب الدبلماسي دعوات نيابية والسياسية لعدم التصويت على قائمة المرشحين لجنة العلاقات الخارجية النيابية أعربت عن امتعاضها من تأثير الأحزاب والعوائل السياسية في قائمة المرشحين للتمثيل الدبلماسي للعراق في الخارج وخطورة إناطة مهمة تمثيل الدولة العراقية لأشخاص غير مؤهلين لذلك الملحق يمثل وجه العراق أمام دول العالمين بغي أن يكون خاضع لشهادات معينة أن يمتلك خبرة دبلماسية معينة أن يكون قد دخل في دورات كثيرة لكيفية التعامل مع مجمل التغيرات وكيفية التعامل مع المواضع السياسية المختلفة والمواضع الدبلماسي المختلفة ونظرا للأزمات التي يتعرض لها العراق والحاجة الملحة لتمتين العلاقات الخارجية مع بقية الدول تتصاعد المطالبات لإعادة النظر بهذه القائمة والعودة إلى الأطر المهنية في اختيار المرشحين لمنصب السفير انتقادات عدة توجه لقائمة السفراء المرشحين انتقادات ترافقها تساؤلات عن الحاجة لهذا العدد الكبير من المرشحين في وقت لا تمتلك دول مهمة في المنطقة هذا العدد من العاصمة العراقية بغداء بذرور ركابي اليوم